العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل أسبوعها السادس ورغم بعض البشائر الصادرة من مفاوضة إسطنبول بخفض التصعيد يستمر القتال في عديد الجبهات وما بين إطالة عمر الحرب وسعي لإنهائها بأسرع وقت تتأرجح السيناريوهات والتطلعات تطلعات ترى موسكو أنها حققت الكثير من أهدافها مبررة إعادة تموضعها في مشارف العاصمة كييف ومدينة تشيرنيف شمالا تموضع تلافق مع معارك ظارية في شمال وشرق العاصمة حسب محافظ كييف مسار الحرب يرتصم بشكل جلي شرقي البلاد وبخاصة في إقليم دونباز هنا لم تعرف المنطقة مهادنة ولا سكونا منذ بدء العملية القوات في دونباز تسابق الزمن لبسط سيطرتها على الأراضي حسب زعماء الإقليم في وقت لم يخفي الرئيس لوكراني فلوديمير زيلنسكي قلقه من ذلك واصفاً الوضع بالخطير للغاية أما في ماريو بول تشير آخر التقارير الإعلامية إلى أن الجيس الروسي يحشد قواته بالقرب من المدينة المحاصرة وإلى تعذر فتح ممرات إنسانية كما كان مخططاً له بسبب هشاشة الوضع الأمني وإخلال الروس بتعهداتهم حسب السلطات المحلية للإقليم المنطقة ما زالت مغلقة أمام أي شخص يحاول دخولها وتبقى خطيرة جداً على أي شخص يحاول المغادرة في غضون ذلك أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي ضرب 22.50 منشآة عسكرية أوكرانية في الساعات الأخيرة بما في ذلك عشرة مواقع لتمركز المعدات العسكرية ترجمة نانسي قنقر